أكثر من ثمانين مليون دولار مسروقة عادتها الحكومة العراقية إلى خزينة الدولة في وقت يرى قانونيون أن هذه الجهود تصطدم بعدة مطبات سياسية تعطل استمرارها يستمر الترقب الشعبي لخطوات ملاحقة الفساد التي تعهدت بإنجازها الحكومة خطوات أثمرت عن استرداد ما يتجاوز ثمانين مليون دولار من الأموال المسروقة حتى الآن لكنها تبقى بحاجة إلى خطوات أكبر تتناسب مع قيمة الأموال الكلية قوى سياسية ترى أن خطا مكافحة الفساد تحتاج إلى تضافر جهود جميع المؤسسات الرقبية وأن حكومة السوداني قادرة على المضي في هذا المشوار إذا منصعت إلى الضغوط السياسية الكل يعرف مواقع الفساد مواضع الفساد من هم الفاسدين حتى الأموال التي هجرت سرقت هربت للخارج أنا أعتقد معلومة المصدر والأدوات رئيس الوزراء باعتقادي عنده إرادة ولكن الإرادة يجب أن تكون بعيدة عن التأثير السياسي ولا تأخذه بالله لو متلائم على أي مسمى وأي اسم ويجب أن تكون لديه قرار شجاع بعيد كل البعد عن التدخلات السياسية فيما يبين قانونيون أن طموحات محاربة الفساد تقف أمامها العديد من المطابات السياسية والاقتصادية في وقت واحد رغم ما يعطيه الدستور والاستهداث المؤسساتي من أجل ملاحقة هذه الملفات إذ أن الرهانة على النجاح في هذا الملف يبقى مشروطا متى متى وفرت الإرادة الحقيقية وحققت نتائج فعليا في عملية الإصلاحات الحكومية أمكانات الدولة والصلاحيات القانونية خاصة لرئيس الوزراء باعتبار الرئيس التنفيذ الأول في العراق والدستور يعطاهها الصلاحيات بالإضافة إلى الوضع السياسي والمجتمع الذي عاش العراق حاليا في ظل هذه الظروف بعد أن حصل ما حصل في الأيام السابقة فأعتقد أنه الظروف مهيئة إذا ما توفرت الإرادة ومن بينه مستجدات مكافحة الفساد وملاحقة المطلوبين وما أعلنه الأنتربول استرداده لقرابة مئتي مطلوب للقضاء العراقي واستمراره ملاحقة الأموال المهربة خارج البلاد ملفنا الشائكون تتعدد اتجاهات المتورطين فيه لذا يمثل معيار نجاح أمام الحكومة الحالية إذا ما حققت تقدما فيه مصطفى الوشء الرابع بغدار ترجمة نانسي قنقر